سؤال له هل كابتن هاب جليل قادر على السيطرة سيطرة على اللعبين اللي موجودين في الوقت الحالي؟ لا بتأخذ رأي كابتن كاملة سيطرة بمعنى ايه؟ سيطرة زي كابتن حسن شحاتة زي ما بيتكلم كده ما تقوليش بمعنى ايه سيطرة كاملة في كل التفاصيل ان انا بقى قادر على ادارة المباريات بشكل معين تغييراتي وتوجيه كمان اللعبين في التدريبات وبالتالي اختناع اللعبين بايا ده شيء مهم جدا انت بتقولي لا كل التفاصيل انا بقولها دي بتقولي لا انت عارف ليه؟ لاني كان في الفترة دي في الفترة دي كان حسام عشور وعمر جمال وكانش كبالة كانوا انقصرين الدنيا وكان جمال حمزة وي وي ولعبك دي ما تاخدوش ليه؟ لاني كان اللي موجود اعلى منه طيب رأيك كابتن كامون لو خدم ساحة من الوقت اكبر ممكن لكن هو لازم يغير شخصيته مع المنتخب ان هو يبقى اقوى معهم كده من كده خصوصا في التوجيهات اللي على الخط ادارته اللي المباراة تكون اقوى من كده لان برضو طالما انت وقف على الخط طالما انت وقف عشان تسيطر على اللعيبة هو كان وقف النهاردة طول اللي ماتش ما هو بيقف على طول ما كانش فيه شوقي ولا كان فيه حد ما هو كابتن هاب بيقف على طول لما كان مسك البيرامة زكري بس لما توقف على الخط لازم يكون ليك دور ان انا بوجه اللعيبة اه انت هادي وما بيزعاش لكن بعض الاحيان انت بنشوف يعني جورديولا وبنشوف كلوب وبنشوف زيدان بيتحركوا بيزعاقوا للعيبة بيتكلموا انت هادي اه لكن مع العيبة منتخب مصر لازم برضو بس ما افتبقاش على الخط بس كابتن صح انا معاه مديل فن ماشي في تدريبي وتدريباتي هو دي طبيعته هي دي طبيعته لكن في بعض الاحيان بعض الاحيان وانت ماسك المباراة فنيا وانت وقف ادارة المباراة وانت قف على الخط محتاج ان انت تكون حماسي شوية مع بقولكش ان انت تعمل يعني ضجة وصوتك عالي وتزع لأ طب على القل لما توقف على الخط تواجه انا وجهة نظري ان المدير يشاني اللي تقتنع بالعيبة ويسيطر بشكل كبير اما يبقى فيه جزء فني في الملعب يتعمل وبالتالي يعمل التأثير الإيجابي وبالتالي اللعيبة تبقى تحسه جوه الملعب وبالتالي بقى هنا انا اللعيبة اقتنع ويبقى فيه سيطرة من المدرب زي مثلا كابتن حسن شهادة في تغيير يتميده وخروجه ونزول عمر زاكي كان فيه تأثير وهي مواقف يا فاروق وهي مواقف وهي مواقف وفكر تدريب اخد رأي كابتن كابتن ابدأ في النقطة ما انت لو ليد لو كابتن هاد جلال ليه المسامدة ومحدش يتلككله وقفل على الواحدة هيعمل شغله كويس هو مين مدرب في مصر بما فيهم كابتن جوهري ايه لما كان يبقى فيه نهض عليها كابتن شهادة مين اكتر واحد الكابتن جوهري لا 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 خلى بالك فيهم دربين كتير كان بتعرف تتعامل مع الصحافة وبتتعامل مع الاعلام لكن هو كابتن هاد جلال ممكن ما عرفش يتعامل انت على الوقت لو ليد مسامدة واني محدش يقفل على الواحدة ويغلط والناس بتنتقدوا في الغلط هيقدر ينجح ويقدر يتحكم في اللعيبة ويقدر يأمن شغل لكن انت النظر ان هما وقفوا ضد مصر كلها اللي مش عايزاه اللي هو التحدي الكورة وقفوا ضد مصر كلها اللي مش عايزاه ووقفوا في داره وجابوه هزبا عنك طيب يبقى راجل بيشتغل بتوتره تحت ضخم ليه يا اه يبقى احنا كل لما يعمل حاجة كويس يبقى دي مش مسادة اعلام انا اقول هلك واقول هلك طبعا كبتم سامن البيات الاشتغل تحت ضخم اعلام اذا كانت حسنش حياتي نفسو تحت ضخم اعلام لا بس كان بيعرفوا يتعاملوا كان بيعرفوا يتعاملوا كل مدرمين اهو شغال تحت ضخم اعلام ميه مسيمين ما ما بي من اللي قالك تحت ضخم اعلام اما لأنت يا راجل ده الناس كله بنت ضخم اعلام الراجل راح جنوب افريقيا قدر جدا هي فاروق بكلمك على كل المدار. ده اصلا افريكي ميش مصري. ما يتمد الكلام. انا بتكلم عن مصري. ماشي انا بكلمك على اي مدار فقط. هو ماشي. ماشي. وهو خارج من بيته والناس بتقول له عملت امبارك واول امبارك واول امبارك. ماشي. انما اه مسلماني ما حدش هيقول له انت بتعمل ايه? لان مش هقل. ديه بلده كان فيه.